على مدى تاريخ كرة القدم تشوف فرق كده تجلد اي فريق ينزل قدامها لدرجة انه يتخلاص تبدأ تطفى شيخ خلاص كل مرة تفوزوا تفوزوا الا لو كان فريقك وقتها تبدأ تهايط وتطلع التيشيرتات تلبسها وتلاقي الناس فجأة كده بدأ الحب للفريق داي يزيد ويلبسوا تيشيرتاته معاكم صاحب قدس والان هنستعرض لكم توب فايف اقوى فرق مرت على تاريخ كرة القدم اتمنى في هذه القائمة على اراء وتوثيق اكبر الصحف العالمية زي قازتة ديلو سبورت ديلي ميل وفور فورتو بلد الالمانية بالاضافة الاعتماد على اراء الخبراء في المجال زي اللعيبة واللعيبة المعتزلين والمدربين والنقات واهم اعتماد عندنا اللي هو قوة الفريق خلال فترة زمنية محددة يعني مو للابد هيقعد بس هي ديك الفترة كان فريق جبار بينما استثنين من هذه القائمة المنتخبات الوطنية نقدر نسويها في توب فايف تاني لو وصلت الحلقة هذه سبعين الف لايك نزود حلقات كرة يا اخي في المرتبة الخامسة ليفربول خمسة وسبعين لخمسة وثمانين الحقبة اللي وضعت ليفربول في خارطة اقوى فرق في العالم كان فريق يعني متوسط او نقدر نقول منافس صار فريق ذو وزن مرة ثقيل في اوروبا كل هذا بفضل المدرب بوب بيزلي اللي جاء قال اسمع حنسوي خطة بسيطة انا ابغى اللاعب يمرر الكورة صح واللاعب الثاني يستلم الكورة صح هذه خطته تخيل خطة مرة بسيطة الخطة حقته نجحت بفضل وجود لعيبة زي داغليش وزي راش وزي نيل لعيبة من العيارة الثقيل تخيل ليفربول على مدى تسعة سنوات جاب الدوري تمانية مرات يا طاخ 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 يا صقع كل الفرق في الدوري انجليزي والسنة اللي ما جاب فيها الدوري كان طالع المركز التاني طلع بوب بيزلي صرح قال انه انا اساسا باشعر باذلال لانه احنا فريقنا ما يحتفل بالمرتبة التانية ايش الذلده يا اخي بعد بوب بيزلي جاء مدري اسمه جو فاقن المدري بيقول انا جيت لقيت الدنيا جاهزة فريق قاعد بس يجيب لي بطولات كذا شغالين تخيل فريق غير انه جاب تمانية بطولات دوري جاب خمسة عشر كأس محلي وستة كؤوس اوروبية ترى ليفربول ماك يعني نص انجازات وجات من هذه الخطرة اللعيبة اللي ذكرتهم لو عددنا توب تن لعيبة لعبه في ليفربول كلهم هيكونوا موجودين من هذه الحقبة البطولات القارية حقته كان ممكن تزيد بس بسبب نهاية 85 الشهير الفريق انحرم ستة مواسم ستة مواسم ما يشارك يعني تخيل عندك فريق كده اسطوري وما انت قادر تشارك في بطولات اوروبية ترى شي يقهر بس هم ما يستاهلوا برضو في المرتبة الرابعة برشلونة 2008 ل2011 الفترة اللي قبلها برشلونة كان مرة رهيب وبصراحة بسبب ريكارد ورونالديني والفريق كان كنت فرج متح لكن الفترة هادي اللي جا فيها غوارديولا وفي تصريحه الاول قال يا جماعة اربطوا الاحزمة راح ااخدكم في جولة بنت كلب وترى ما كذب من جد كانت جولة ما هي طبيعية كذا ينزل برشلونة يجلد اي فريق قدامه طبعا هذا الفريق الغالبي يعرفوا لانه احنا بنعاصر هذه الفترة نوعا ما الفريق اللي اظهر لنا اسلوب التيكي تاكا التيكي تاكا هي رقصة يعني نوعا ما فيها ايهانة لما اجي يقولك تعال لعبك تيكي تاكا تعال رقصك في الملعب العربي واللي كانوا يطبقوا هذه الخطة نوعا ما كانت اسماء مرة كبيرة هنيستا وشافي وميسي وداني آلفش وكان في الدفاع بويول ترى تشكيلها مرة حريقة يعني بالتشكيلة والخطة دي غلبوا ريال مادريد ستة في السانتياغو ستة ممكن في هذه اللقطة لاحب معاي صارت ستة صارت ستة لبرشلونة وخمسة في النو كام خمسة سفر ودقوا بايرن اربعة في شوت واحد لمحة والله لمحة لعبها لقيته هذا القول هذا القول يا راجل ميسي الحال ودق ارسنال اربعة يا راجل لدرجة جمهور برشلونة يقول له خلاص طفشنا بس نفوز بس نفوز وما ما بيجيبوا بطولات في الفترة الأخيرة ولازالوا بيقولوا بس نفوز يا خوي خلاص ما نبع في المرتبة الثالثة ميلان سبعة وتمانين أربعة وتسعين للأمان الفترة دي مكسومة القسمين اللي هو من سبعة وتمانين لتسعين ومن تسعين لأربعة وتسعين فترة أريغوساكي وفترة كابيلو ميلان في ستة وتمانين تدهور تدهور مو طبيعي اقتصاديا النادي خلاص حيفلس له تسع سنين ما جاب اي بطولة قرنين كيه ما جاب اي بطولة اوروبية الوضع كل ماله تحت الين جا سلفي برلسكوني اشتراه وجاب كيه بدع طاخ تخزين اللي قاعد يصير ضحين مع الصينيين ومن أول موسم بدع الفريق ما في إلا جلد كده أريغوساكي جاب كده أسلوب اللعبة الكرة الشاملة وطورها كمان صار الفريق زل حريقة الثلاثي الهولندي المرعب فان باستن وخولت ورايكارد مع تمانية إيطاليين حريقة منهم مالديني وباريزي وتسوتي وكوستاكورتا الفريق يلعب كده كله تحس كأنه لعب واحد يتحرك مع بعض يرجع مع بعض ويضغطوا على حاملة الكورة كده الفريق التاني خلاص يا أخي خلينا نلعب شوه معاك كده فريق يلعب نصرهاية مع ريال مدريد اللي هو واحد من أكبر الفرق ويدقوا كده عادي خمسة كده ما في ايش هي صاري شباب ايش فيه مانشلوكي ديسترا غال غراندسيما فالي برايش وقروس الكلب ريش ديستا دي رايكارد ديل دو يا زيرا يوصل الامبارانيا سيوا بخريست 4-0 أوه خلاص فيه الكاس في خلال ثلاثة مواسم جاب ستة بطولات قارية وثلاثة محلية بس الفرقة الإيطالية وقتها كانت مرة قوية كان فيه نابولي مارادونا وكاريكا كان فيه انتر ماتيوز وكلينزمان كان فيه سامدوريا فيالي ومانشيني فكان مرة صعب انه تجيب بطولات بس كان ميلان كاسر عينهم كلهم في عام 92 الفريق جاب بطولة الدوري الإيطالي بدون ما يخسر ولا امباراه خلاص في 94 كبروا اكيد خرفوا دول ما هيعرفوا يلعبوا وصلوا النهاية مع برشلونة خلاص يا اخوي 4-0 في الفاينال ميلان في ديك الفترة غير نظرة العالم عن الكورة الإيطالية كانوا داما ينظروا لانه كورة مملة ودفاعية كده وبايخة صار كورة ممتعة ما تستمتع الفريقك حينجلد حينجلد الله يا اخي انا احب اسم ميلان فارس لي ما خلتني ألبس اليوم تشارتي اسم ميلان في المرتبة الثانية ريال مدريد 55 لستين تخيل في الزمن ده ميسي وكريستيانو رونالدو وباولو ديبالا وبوكبا كده اللي هم أفضل لعيبة في العالم كلهم في فريق واحد كان ريال مدريد كده في ديك الفترة فريق فيدي ستيفان ونجم الأرجنتين وبوشكاش نجم أوروبا المجري وخينتو وكوبا كل دوكي نجوم العالم بيلعبوا بقية الفرق كده كلهم زي الفيحاء وجبلين فريق يوصل نص نهائي تشامبيونز ليغ مع برشلونا الغريم التقليدي يغلبوا ثلاثة رايح ثلاثة جاي يوصل النهائي مع فريق ألماني يدقوا سبعة كده سلام عليكم الناس كل في الملعب يصفقوا كده خاص شي طبيعي والله يا مدريد بيلعب شباب معليش احنا راحين ناخد الكاس بس اليوم كده الفريق يحس ما يحتاج الدرب خاص هاهاها احنا راحين ندرب في الملعب بس هناخد كاس معانا السير اليكس فيرغسون في التسعينات كان يقول انه انا بدي اسوي اسلوب الكرة الحديثة اشتري كل نجوم العالم حطهم بفريق زي ما سوى ريال مدريد في الستينات طبعا زمان اللعيبة كانوا يعني رخيصين فتقدر تسوي ده الشي اسلوب الكرة الحديثة احسن حين مرة صعب إلا كي تكون فلغم فلوس تسويها ريال مدريد هديك الفترة جاب خمسة تشامبيونز ليغ ورا بعض تخيل كي ورا بعض كل نهايه طاخ يجيبه خلاص يا ابن حلال طفشنا ما في فريق اوروب يقدر يسوي ده الإنجاز جاس فونتين المهاجم الفرنسي يقول انه فريق ريال مدريد ده هو الفريق الوحيد اللي يقدر يغلب البرازيل السبعينات حق به ليه ما في غيره في المرتبة الاولى ايكس امستردام 65 ل73 حقبة هذا الفريق غيرت شكل كرة القدم للشكل اللي نعرفه دحين صار شكلها ممتع اكثر جذاب اكثر في كده لعب كده جماعي بشكل مخيف الكرة الشاملة ابتكرت من المدرب رينوس ميتشلز في البداية وطوروها مدربين منهم زي اريقوساكي اللي تكلمنا عنه في اسي ميلان عشان نفهم مفهوم الكرة الشاملة لازم نرجع ورا شوية كيف كانت زمان الخطط يحطوها انت عبدالله امسك جناح يسار وانت يا خالد جناح يمين وانت رأس الحربة وانت القلب وخلاص لكن جاء رينوس ميتشلز قال لحظة انا ما حسوي هذا الشيء انا فجأة هغير الجناح اليسار فجأة في نص مبارا يروح جناح يمين والجناح اليمين يروح جناح يسار كده لا مركزية كل واحد يلعب في كذا مركز فمع هذه الخطة انت مو بس بتلعب في خطتك بتلعب في خطة الخصم اصلا فتلاقيه كده اللي اسمع الجناح هذا هنا لا كيف صرت هنا طب تعالي تقول لي هنا اوقف هنا عشان بعدين الفريق صار مرة متفاهم حتى لما مشي رينوس ميتشلز راح برشلونة الفريق لازال كيب نفس المنظومة كرويف و نسكنز و هان و مورهن و فاسوفيتش فاسوفيتش هذا كان زي احمد جميل عنده كيوزا فترتك البول لا يفوتك الزول كيه حيقشك حيقشك في ديك هالفترة اياكس جابت ستة بطولات دوري وأربعة كؤوس و خمسة بطولات قارية منها ثلاثة شامبيونز ليج وربع كيه طاخ 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 و كان يجلت كل فريق ينزل قدامه تأثيره مو بس هنا تأثيره انعكس حتى على المنتخب الهولندي انتخب اولندا صار مرة قوي في السبعينات جاب بطولة أمم أوروبا و وصل نهائي في كاس العالم كده اساسا تشكيلة اياكس عشرة لعيبة هولندين و واحد ألماني كده الواحد كده عالفريق كله اخويه تقال و جيب اي واحد كيمين في نورد و لايندهوفن و خليه يلعب معاهم مو مشكلة اه لحظة حتى اظن الثاني جابوا من الاحتياط حق اياكس برضو متدرب احسن تفقوا معنا في هذه القائمة اكتبوا لنا تحت في التعليقات ايش فيه فرق جبارة و ما ذكرناها و سبسكرايب و لايك و شير يوصلكم جديدة توب فايفز واكتبوا لنا ايش فيه توب فايفز جديدة حابين تشوفوها اسي ميلان احسن فريق منهم كنت احطوا الاول بسكالالي لا الشباب اشتركوا في القناة